سايتو كيميستري أوف أكيوت مايلويد لوكيميا فحوصات الكيمياء الخلوية لسرطان الدم النقوي الحاد هي مجموعة من الفحوصات المستخدمة على وجه الخصوص في تشخيص وتصنيف سرطان الدم والسرطانات اللينفوية وتستهدف هذه التحاليل دراسة التغيرات للخلايا الورمية والتبادلات في أنواع صبغات الوراثية إضافة إلى الكشف عن الخلايا السرطانية مما يمكن من تحديد نوع السرطان وخواصه الحيوية والتخطيط للعلاجات المختلفة وتجرى هذه التحاليل على خلايا العينات المستخلصة من النخاع العظمي والسائل المخي الشوكي والغدد اللينفوية وعينات الدم وخزعات أنسجة الأورام وتتحرى التغيرات الشاذة سواء في حجم هذه الخلايا أو سلوكها أو سماتها المظهرية تحت المجهر فبعد أن يتم تثبت خلايا من العينة التي تم أخذها على شرائح مجهرية تتم صباغتها بأنواع مختلفة من الصبغات الخاصة التي تنجذب إلى نوع محدد من الكيميائيات التي تتواجد فقط في بعض أنواع الخلايا الورمية اللوكيمية فمثلاً يستخدم نوع معين من الصبغات يجعل الحبيبات بأغلب خلايا اللوكيميا النخاعية تظهر على هيئة بقع سوداء تحت المجهر غير أنها لا تحدث أي تغير لوني بخلايا اللوكيميا اللنفاوية تستخدم الصبغات الكيميائية الخلوية في الغالب في أمراض الدم وتتضمن هذه العملية تفاعلاً بين الإنزيم المستخدم والركيزة لإنتاج لون معين وتنقسم أنواع الصبغات الكيميائية المستخدمة لتأكيد التشخيص بسرطان الدم النقوي الحاد إلى إنزيمية وغير إنزيمية الصبغات الإنزيمية المايلو بيروكسيديز مايلو بيروكسيديز ستين هذا إنزيم موجود في حبيبات كل من الخلايا النخاعية والخلايا أحادية الخلية وباعتباره الصبغة فهي تكون إيجابية في خلايا سلسلة المحببات ويزداد نشاطها مع نضوج الخلايا النخاعية بينما تميل الخلايا النخاعية غير الناضجة إلى القليل جداً من التلطيخ تحت المجهر هذه الصبغة مفيدة بشكل خاص في حالات سرطان الدم الحاد حيث يشير التلوين الإيجابي إلى أن خلايا سرطان الدم من أصل النقوي ويعتمد التلوين على أكسادة مشتقات البنزيدين بواسطة بيروكسيد الهيدروجين تعمل هذه الصبغة عن طريق فصل بيروكسيد الهيدروجين في وجود مانح إلكترون كروموجينيك مما يؤدي إلى تكوين منتج غير قابل للذوبان وهذا الإنزيم حساس للضوء والحرارة وبالتالي يجب إجراء الصبغة على الفور أو حمايتها من الضوء والحرارة الصبغات غير الإنزيمية صبغة سودان بلاك باء SBB هذه صبغة محبة للدهون تستخدم عادة لأغراض تلطيخ الدهون الفسفورية داخل الخلايا والدهون الأخرى وتكون هذه الصبغة إيجابية للخلايا الحبيبية والخلايا الحامضية وهي ضعيفة فقط في الخلايا الوحيدة تستخدم هذه الصبغة للتفرقة بين سرطان الدم النقوي الحاد وسرطان الدم اللينفاوي الحاد وهي صبغة تصبغ جزيئات الدهون في خلايا الدم النقوية وتعطي نتيجة إيجابية في سرطان الدم النقوي الحاد الذي يتميز بوجود خلايا نقوية مليئة بالحبيبات المحتوية على جزيئات الدهون كما تحتوي الخلايا السرطانية في سرطان الدم النقوي الحاد على تجمع الحبيبات في شكل عصيان تسمى أوارودز وهي أجسام كبيرة بلورية متضمنة في السيتوبلازم لوحظت في الخلايا السرطانية النقوية عند الإصابة بسرطان الدم النقوي الحاد ومتلازمات خالل التنسج النقوي عالية الدرجة والطرابات التكاثر النقوي